في الجزائر أثار قتل شابة تبلغ من العمر 19 عاما بعد اقتصابها غضبا واسعا ومطالب بإجراءات جديدة تتصدى للعنف ضد النساء إضافة إلى جدل على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إعادة تفعيل عقوبة الأعدام احتجاجات لناشطات وتعاطف شعبي ومدني مع قصة شيماء بعد العثور على جثاتها بعد أن تعرضت للضرب والاقتصاب والحرق وهي ما تزال على قيد الحياة بحسب وسائل أعلام محلية أوقفوا القوانين التي تقتلنا متظاهرات جزائريات تجمعنا صرخنا احتجاجا على اقتصاب شيماء وقتلها كفاكم صمتا صمتكم يقتلنا القوانين هي التي تقتلنا فهي التي تحمي المغتصبين الذين يرتكبون الجرائم توقفوا عن ارتكاب الجرائم ضد شيماء وضد غيرها من الفتيات في الجزائر وفي جميع أنحاء العالم أقول توقفوا دعونا نتحرك ولا ندع ذلك يحدث مرة أخرى فلنوقف هذا الصمت ودعو المجتمع يبدأوا إدراك أن المشكلة تكمن في ثقافة العنف الفاعل أحد معارف العائلة كانت شيماء قد وجهت ضده اتهامات بالاقتصاب عام 2016 أحب أن أكون متفائلة لكن اليوم أرى أنه لم يعد هناك ما يكفي من المحتجين لم يبقى الكثير مننا إنها مشكلة مزدوجة تشمل الرجال والنساء أعتقد أننا نموت مرارا نتعرض للاغتصاب والضرب مرارا وتكرارا اكسر الصمت ولا تبرر العنف تؤكد الناشطات فأولئك الذين يلتزمون السكوت يتحملون المسؤولية نفسها عن كل الجرائم التي ترتكب ويهرب فاعلها وينضم إلينا من الجزائر نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع أهلا بك أستاذ نور الدين معنا طبعا السلام لروح شيماء والصبر لعائلتها والجزائريين السؤال اليوم هو ماذا حل بالشكوى التي تقدمت بها شيماء عام 2016 ضد هذا الشاب نفسه الذي ارتكب قبل أيام هذه الجريمة البشعة فعلا أستاذ نور الدين هل تسمعني أنا أسمعك لكن بصوت منخفض كثيرا أعتقد أن الجريمة الحاصلة اليوم لقت استنكار كبير جدا لكنها هي جميلة ما تعبر عن وضع سيء وضع اجتماعي تنظيم اجتماعي سيء للغاية هناك تراجع في أدوار المؤسسات هناك أزمات حقيقية يعاني منها المجتمع ساهمت وأدت إلى خلق بيئة بيئة اجتماعية وساعد على إنتاج العنف لأن هذه ليست الجريمة الوحيدة وإنهما تزايد على مستوى الجريمة في الأسبوع الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة بشكل كبير جدا خاصة أنها ارتبطت بجائحة كورونا وبالتالي الضغط الذي كان متواجدا لأشهر متعددة وكان هناك عنف منزلي وكأن ذلك العنف خرج للشارع وأصبح عنف مجتمعي يشتد يوم من بعض يوم ويشمل كثير من الفئات ليست هذه الفتاة البريئة شيء ما فقط وإنما لهذا المشكل أصبح يؤثر أصبح تتوسع دائرةه دائرة الجريمة لأن الفعل الإجرامي في الجزائر أعتقد أنه منتشر بأعداد كبيرة وحتى الإحصائية الرسمية تؤكد ذلك يعني مثلا لو أخذنا إحصائيات 2019 2019 وما وصل ما تم تداوله في القضاء هناك 72 ألف حال تعتداء على مرأة أي بمعنى ما يعادل 192 حالة يومين تختلف سواء كانت جريمة أو تعنيف جسدي أو مادي إلى آخر وبتالي الظاهرة موجودة بقوة في الجزائر وهناك تماطل في التعامل مع الجريمة على منصر المؤسسات بما فيها المؤسسة القضائية التي تعاني من عدم المرونة بشكل كبير جدا وحتى المؤسسة الأمنية أستاذ نور الدين طبعا كنت أسألك عن الشكوى التي تقدمت بها الضحية قبل سنوات يعني في العام 2016 ضد الشاب نفسه الذي ارتكب قبل أيام هذه الجريمة أيضا يعني هي تقدمت بشكوى في العام 2016 بسبب التحرش ومحاولة الاقتصاب إلا أنه يعني ظل حرا طليقا وبالتالي ارتكب اليوم ارتكبه فماذا عن القوانين يعني لا يمكن القاء اللوم دائما على المجتمع أعتقد أن المجتمع لا يدار بمنظومة قانونية تابتة وصارمة جزء كبير بالمعادلات اليوم إدارة المجتمع تدار بنصف قانونية ونصف اجتماعية مثلا قانون المرور غير محترم في الجزائر وبالتالي كان هناك خروج كبير على قانون المرور وحتى المؤسسات الأمنية لا تتعامل بالصرامة الكافية أحيانا يطبقون القانون وأحيانا يلتفون على ذلك أو يسكتون على الخروج على المنظومة القانونية نفس الشيء يحدث في التعامل القضائي والتعامل الأمني مع مثل هذه الجرائم وبالتالي كان هناك نوع من المعالجة الاجتماعية الخاطئة وكأننا لسنا مجتمع حديد وفي نفس الوقت لم نعد مجتمع تقليدي جزء من مشكلة العنف في الجزائر تدار بطرق اجتماعية حتى وإن ذهبت إلى المؤسسات الأمنية قد يقترحون عليك وساطة أو يقترحون عليك ربما حلا داخليا أو الابتعاد على المنظومة القانونية وبالتالي نحن لم ننتقل إلى مستوى تطبيق قانوني وهذه الجريمة هذا ما حدث يبين بشكل واضح بأننا لم نصل إلى مستوى الدولة القانونية الدولة المؤسساتية التي لا تنتظر حلولا من المجتمع أو حلولا جزئية أو حلولا والتفاف عن الحلول المؤسساتية ولكن كان من فروج أن يتم متابعة هذه الدعوة ويتم أخذ كل احتياطة وهذا لم يحدث فيه نعم برأيك ماذا ستغير هذه الجريمة خاصة وأن الرئيس الجزائري يطالب بإنزال أقصى العقوبات بمن يقوم باختطاف شخص آخر ماذا عن المختصب؟ ربما يقدم شخص على الاقتصاب على القتل من دون اختطاف أعتقد أن الكل يطالب بتشديد العقوبة أقصى قدر ممكن لتشديد العقوبة لكن حتى وإن شددنا العقوبة لن يكون هناك حل لأن الحل الأساسي بعد أيام سوف ينسى الجزائريون شيء ما رحمه الله وينتقلون إلى مساء الأخرى رأيتما تأتي جريمة لا قدر الله أخرى وهذا غير مستبعد لأننا نحن اليوم نركز فقط على الجريمة عندما تحدث الجريمة لكن ننسى بأن المجتمع فيه كتافة كبيرة من العنف ذلك العنف يستطيع أن ينتج الجرائم في أي وقت كان لأنه لو أخذنا الإحصائية الرسمية للسنة الماضية لو وجدنا أن ما يقارب 119 قضية شجار قضية شجار مادي شجار جسدي في الجزائر يحدث يوميا هذه القضايا التي وصلت إلى القضاء وبالتالي كان ممكن جدا لا قدر الله أن هذه النسبة المرتفعة قد تنتج عدد كبير جدا من الجرائم حتى أنه 45% أحيانا من جرائم القتل في الجزائر ناتجة عن مشددات بسيطة عن مشددات لا خلفية لها مجرد سوء تفاهم إلى آخرين وبالتالي كان من أجدر تفكير لماذا هناك بيئة اجتماعية هناك دروف منتجة للعنف بهذه الكتافة هذا أهم سؤال يجب أن معالج تلك القائرة لكن أستاذ القانون لا يستطيع أن يحل كل مشاكل إذا كانت شخص خاطئا ضعيفا نعم الاعتقاد بأن العقوبة أو تغيير القوانين لن يجدي نفعا هو أيضا فيه ربما تشجيع للمزيد من ارتكاب هذه الجرائم هل يعقل أنه ليس هناك أي حل لا لا أعتقد أن القانون له دوره وله دور كبير جدا وتشديد العقوبة مطلوبة مطلوبة عند الجميع حتى أن أهم شيء حدث هذه السنة هو اتخاذ رئيس الجمهورية بإجراءات بعدم اللجوء مستقبلا إلى التسامح إلى العفو إلى إجراءات العفو لأنه نحن نعلم في الجزائر أنه كلما جاءت هناك مناسبات وطنية كبيرة سنوية يتم العفو عن الألاف من المجرمين ألاف من المجرمين أحيانا يتجاوز يتجاوز العدد تسعة آلاف في الدفعة الواحدة أحيانا تحدث الدفعات في فترة قريبة جدا وبالتالي كان كثير من الجزائريون منتوعدون وينددون بذلك ولا يرضون بذلك والحمد لله لأول مرة يتم التنازل عن ذلك ويتم الدعوة إلى عدم تطبيق العفو خاصة على الجرائم القاتل الجرائم تجديد العقوبة وهذا جيد لكنه غير كافي نحن لا ندعو إلى عدم تجديد العقوبة بل بالعكس لكن عندما متنا عندما يكون تكون المخدرات منتشرة ما قيمت ما قيمت تجديد العقوبة بالنسبة لمن يرتكب الجريمة وهو في حالة فاقد للوعي وبالتالي يجب معالجة ظاهرة المخدرات يجب معالجة داخل الأزمات الاجتماعية الحادة على الاختراب الحاصل لأن الكثير من من يقوم بهذه الجرائم يكون في وضعية غير طبيعية غير نفسية نحن في الجزائر معاني من عنف سياسي أستاذ نوردين بيز لا يختار على المقاطعة لديه الوقت نعاني من عنف اقتصادي هناك تجاولات كبيرة في العملية الاقتصادية هناك محسوبية هناك تلاعب بأموال مشاهدنا للمزيد بالتفاصيل حول هذا الموضوع تابعونا في شبابيك عند الرابع بتوقيت كرناتش السابع بتوقيت القدس والآن عودة إلى وائل وما تبقى من أخبار طهيرة شكرا دي شكرا وائل